السلام عليكم مرحبا بكم في مطبخ وتدابي النورة مرحبا بكل المشتركات في الفيديو تعانها اليوم سوف نشوف معي وصفة لحلوة اقتصادية حلوة جافة بحبة بيض فقط بدون طابع سوف تكون حلوة الورقة بذوق ولا أروح قبل ما نشوفوا الوصفة تعانها اليوم أدعوكم للاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد نتمنى لكم متابعة طيبة للفيديو بسم الله بالنسبة للمكونات نحتاج كاس إلى ربع من السكر الناعم نفس المقدار تعني شاء أو الميزينة حبتها بيضة تكون متوسطة الحجم فنجال تعزيت عندي قطعة هنا ملا مارقرين حجم القطعة 150 قرام راح ناخد بنها 150 قرام فقط مغرفة صغيرة ملا فاني رشة تعلملح عندي كذلك رشة تعلق خاميرة الحلويت ونحتاج كذلك ثلاثة كيسان تعلق فارينة حجم الكاس المستعمل 220 مليلي لتر بسم الله نبدأ في طريقة التحضير أول حاجة عندي هنا القطعة للمارقرين راح ننحي منها 150 قرام للمارقرين بالنسبة للمارقرين لازم تكون بدرجة حارة الغرفة شوفوا كيفاش تكون طرية نحطها في إناء نزيد عليها فنجال تعزيت الكاس إلا 14 سكر الناعم نغرب المليحة المكونات الجافة نحط عليهم غير فاتع القهوة تكون مع مرة من لفاني تقدر تعودوا لفاني بمبشور البرتغال رايح نخلط كل هاد المكونات مع بعضها البعض بالباطر حتى نتحصل على خالة كريمي ويولي اللون تعو فاتح في الأول نبدأ نخلط بدرجة تكون صغيرة بعد ذلك نزيد في السرعة هذا الخلاط حتى نتحصل على خالة يكون متجنس ولا لون تعوي ويولي فاتح في هاد الأثنائر نخلط حبةenzie البيض ندخل هذا الحبة vibrato athletics نخلط في الخالة ترضي السكر ولا مارقرين والزيت و الأن نحط نضيف الفلمايزينة هنا عندي كاس إلا 4 سياسeres الفلمايزينة او النشاء ندخل منيح هاد الامايزينا في الخاليط الخاليط الكريمي اللي كنت تحصلت فيه عليه عفوا نحاول ندخل كامل هادك الامايزينا بالمغير فعب كهقدر ودكة نبدأ نضيف في الفارينة نحط الكاس اللول بالنسبة لكمية الفارينة المستعملة تختلفة لحساب نوعية الفارينة وكذلك حجم الحبة على البيض المستعملة نزيد معها رشة على الملح وعندي كذلك خاميرات الحلويات على رسة المغرفات على خاميرات الحلويات نبدأ ندخل في الفارينة بعد ما تدخل لي هذيك الكمية الفارينة نحيي هاد الملعقة منحتاجهاش من الأفضل أنا نخلط بيضي نزيد الكاس الثاني تعلف الفارينة دايما الفارينة نضيفها بالتدريج ندخل لي هذيك الكاس الثاني تعلف الفارينة ونزيد الكاس الثالث بالنسبة للمبتدئات من الأفضل تضيفوه بالتدريج خاصة إذا كانت نوعية الفارينة اللي تستعملوها لأول مرة ماشي مول فين تستعملوها ما تعرفوش درجة الامتصاص ديالها للسوائل ندخل هاد الفنج اللي عفوا للكاس الثالث بتاع الفارينة ونحاول نجمع هاد العجينة حتى نتحصل على العجينة تكون متماسكة بعد مجمعات كامل العجينة هنا كما راكم تشوفو فيها نبدأ نشكل كورية رايح نوزن كل كورية نوزنها نعطيها وزن ثلاثين قرام هكذا بش جيني كل الحبات تتع الورقة كل حبة قراءة قدخطها ما تجيش وحدة كبيرة ووحدة صغيرة نشكلها على شكل كورية ندي الديبول نوزنهم وزن ثلاثين قرام ونشكلهم على شكل كورية حتى نكمل كامل العجينة اللي راهي معايا بعد ما شكلت العجينة كامل على شكل كورية ضروري انكم تغطوها بقطعة من القمش رايح نشكل هاد الحلوى بواسط الملعقة نحكم هكذا كورية من العجينة نحاول انني نعجنها شوية في يدية نسخنها شوية في يدية نعطيها شكل ورقة بهاد الطريقة شوفوا كيفاش هاكذا نعطي لها الشكل لتع الورقة وبواسط هاكذا دهرت على المغرفة شكل هاد الورقة بهاد الطريقة هاي لك الورقة اللي تحصلت عليها ونحطها في سنيوة كنت حطيت فيها بابي كويسون وهنا كذلك كنت شعلت الفرن على درجة حرارة 170 دراجة باش يسخن بنفس الطريقة نزيد نشكل حبة اخرى كما راكم تشوفوا جهة كنت هنا ضغط عليها منيح والجهة هاد الفوقانية خليتها بهاد الطريقة نشكلها نعطي لها الشكل لتع ورقة بنفس الطريقة رايح نكمل كامل كمية العجينة اللي راهي معايا بعد ما كملت العجينة كامل رايح نحطها الطيب في فرن على درجة حرارة 160 دراجة اذا كنت ذوبت في حمام مائي علبة من الشوكولات بالحليب بعد ما ذابت هاد العلبة على الشوكولات نضيف الهاز و جمعها في صغار من الزيت النباتي هاد الزيت ريحة تعطيني لمعان لها الشوكولات ونحاول نخلطها شوية ما نخلطهاش بزافة باش هكذا ما يدخليش لهوا داخل هاد الشوكولات ونحن خلي هاد الشوكولات ترتاح من جهة حتى الطيب الحلوة بعد ما طابت الحلوة كنت نحيتها من الفن بالنسبة لطياب هاد الحلوة كما اصاب لي ها نخليها الطيب فقط من الاسفل بعد ما تتحمر من الاسفل ها نطفي عليها النار ما نخليهاش تتحمر من الاعلى نبدأ في طريقة التزيين هنا نولي لهاديك الشوكولات اللي حطيتها بي جهة ونبدأ في تزيين هاد الحلوة بالنسبة لطريقة التزيين تبقى على حساب الرغبة جالكم في الفيديو تعلن هاليوماري حين تشوفوا معايا زوش طرقة لتزيين هاد الحلوة ناخد الحبة ها قدايا ونحاول نغتصها فقط مطر فقط في الشوكولات ونغتصهاش كامل باش ها قدايا يبقى الشكل تعلورقة تحافظ لي على الشكل تعلورقة ويبقى الشكل تعلورقة محافظ ننحن الزائد تعلق الشوكولات ها يليك نغتص فقط الطرف حكدا كما راكم تشوفوا في هذه الشوكولات ننحن الزائد كامل تعلق الشوكولات ونحطها تنشف بنفس الطريقة علي حنكمل نزيين كامل كمية لها هي معايا بالنسبة للأخوات اللي ما عندهم شوكولات قدوا تستغنوا عليها وتعوضوها بشوية تعلقون فيتور تع المشماش او اي نوع تعلقون فيتور يكون عندكم في الدار مع شوية تعجوز الهند ندهن اطراف تعل الحبات الحلوة بمعجون المشماش نحاول نحط كمية معتبرة من معجون المشماش هكذا بشي لسقلي كامل هادا كنوات كوكو ونرمد هادوك الاطراف لنوات كوكو هنادت لكم زوج طرق لي تزيين هاد الحلوة وانتم تزينوها على حساب الرغبة ديالكم وعالحساب الموجود في الدار بعد ما كملت زيينت كامل الحلوة بالنسبة للحلوة اللي زيينتها بالشوكولة هنا عندي شوية تعلق نوات كوكو كنت لونتو باللون الاخضب هاي حنحط شوية فوق هادك الشوكولة نعطيها كلمسة لهاد الحلوة ونروحوا الان نشوفوا الحلوة في صحن التقديم ها هي الحلوة اللي كنت حضرتها معاكم حلوة الورقة بحبة عبيض فقط تحصلت على 25 حبة كما راكم تشوفوا معايا وكما شفتوا كيفاش حضرتها بدون طابع شوفوا الشكل التحاكفاش يجي ولا اروح تضبوها لبنات ماكوش رايحين تندمو اذا جبتكم الفيديو تعنها اليوم شجعوني بلايك وكذلك التعليق بارتاجيو الفيديو ما احبابكم واسدقائكم لتعم الفائدة اما انتم نجروا لأول مرة القناة شجعوني بالاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد نقسم لكم تشوفوا كيفاش الجيخ في فا وشيشان هاد الحلوة تجيب زاف بنينة تقدر ترافقوها بقهوة العصر في نهاية الفيديو نقولكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله في امان الله